اشتركوا في القناة والتجارب التي عاشها نزلاء وطوال عدة سنوات كان الأزواج يقضون فترة شهر العسل في هذا الفندق فيبلغون عن أحداث غريبة تبطوي على رؤية أشباح ولم يقتصر ذلك عليهم بل شمل ذلك غيرهم من النزلاء حتى المتشككين بوجود الأشباح وما زال تحدث أمور هناك ومن بين التجارب نذكر تجربة رواها زوجان قدمة من ولاية واشنطن الأمريكية وأبلغ عن قصتهما مع الشبح حيث زعم بأن غرفتهما مسكون بجندي ملعب موسيقى الكوندري فعندما قام أحد العاملين في الفندق بفتح الباب ليريهما غرفتهما قال أنهما شاهد فجأة رجلا يرتدي بزة عسكرية نظامية بلون الخاك الأخضر التي ترجع إلى فترة الثلاثينات من القرن الماضي وكان على رأسه قبعته العسكرية وعلى صدره أوسمة فالنظر الشبح إلى وجوههما ثم اختفى وكذلك أبلغ الزوجان عن إحساسهما بالمراقضة طيلة فترة مكوتهما في الغرفة وترافق هذا الإحساس مع إحساسهما بالبرد القارس ويقولان بأنهما التقط صورة لروحه بالكاميرا وقيل مرارا في العديد من تجارب النزلاء والتي نشرت على مواقع الإنترنت بأنه كلما جرى تغيير تردد جهاز الراديو في الغرفة إلى أي تقنات فإن الشبح يقوم بإعادة التردد دائما إلى قناة الراديو التي تدع أغاني الروك القديمة وتدعى ويتكس اف ايم وقد قال أحد صائد الأشباح من ولاية تكساس الأمريكية أنه حينما أقام جلسة خاصة لاستحضار الأرواح في أبرز الغرف المسكونة في الفندق أمام عدد من الضيوف أن الشبح تجسد بشكل واضح للعيان وكأنه شخص حي وحاول أن يتكلم وقيل أنه جرى تسجيل صوته فيما يعرف بظاهرة الصوت الإلكتروني وكانت الكلمات المنطوقة تقول أرجو أن تخبر دايان بأن علي الذهاب ومن ثم قيل أنه مشى على الحائر وزعم محقق آخر في الظواهر الغامضة بأنه استطاع تسجيل صوت رجل يقول أرغب بالخروج هي لا تحبني هي لا تحبك وبأنه التقط صورا وسجل فيديو وزعم أنه يظهر فيه لمحة عن وجهه الكارح وومض من بزته العسكرية النظامية وأوسمته وقد قدم محققون آخرون ممن يوصفون بصائدي الأشباح ومعهم كذلك ضيوف آخرون تجارب أخرى عن هذا الشبح وكانت هناك ضيفة على الفندق تدعى ماردي جراس تمكث فيه فأخبرت موظف الفندق بأن شيئا ما أمسك يدها وسحبها من السرير بعد أن عادت في ليلة متأخرة من شارع بورمون في الركن الفرنسي ثم شعرت بأن أحدا يركلها ويسحبها بسرعة في الغرفة ويشدها نحو الحائط فلم تحتمل وأنهت إقامتها في الفندق على الفور وأمور غريبة أخرى جار الإبلاغ عنها مثل فتح الأبواب وإغلاقها وسماع وقع الأقدام بدون سبب ظاهر وبقع باردة في المكان أخرى ساخنة ومشتعلة صورة التقطها مايكل بيكر تزعم وجود نشاط شبحي في المكان وفيما مضى كان هذا الفندق مستشفى حكومي في عهد الكونفدرالية في أمريكا حيث ما زالت تشاهد أطياب جنود الكونفدرالية والأطباء كذلك تهيم في الأروقة أو تأتي إلى النزيل لطلب المساعدة كذلك تسمع أصوات التنهدات والأمين في أنحاء المبنى وتشاهد أشباح لرجال ونساء على حد سواب يقول العديد من السكان المحليين ومن موظفي الفندق والنزلاء بأن على المرء أن يجرب المكوت في المبنى رقم خمسة لأنه أقوى الأماكن المسكونة حيث أبلغ عدد من النزلاء أثناء تجوالهم في الغرف عن رؤيتهم لجنود مستلقين ومدرجين بالدماء ويصدر عنهم الأنين ولكنهم ما يلبثون أن يختفوا بعد إضاءة الغرف وينصح صائد الأشباح القيام بزيارة إلى هذا الفندق المسكون مستحبين الكاميرا لعيش تجربة قد لا تنسى ترجمة نانسي قنقر